موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الخامسة مساء بتوقيت الجزائر نشط لأهم الأخبار وهذه أبرز عنوينها موسيقى وزير وشؤون الخارجية يشيد بإسهامات المرأة الجزائرية وتسجيل حضورها في جميع المحطات البارزة لتاريخ الجزائر ويحيي صمود المرأة الفلسطينية في وجه الجلاد الصهيونية وثبات المرأة الصحراوية في النضال من أجل تقرير المصير خلال مشاركته في جلسة النقاش العام لمجلس الأمن حول موضوع المرأة والسلمية والأمن موسيقى الجنم الصهيونية المفضوح على قطاع غزة يواصل حصد أرواح الأبرياء حصيلة إجمالية تجاوزت أزيد من سبعة آلاف شهيد واتليفزيون الجزائر يرصد لنا من غزة شهادات الناجين من قصص صهيوني على سوق النصيرات موسيقى صالون الجزائر الدولي للكتاب فضاء رحب يتسع القضية الفلسطينية وتوفد كبير على جناحي تضامنا مع الشعب الأعزال في محنته موسيقى صيد بني حوابش ولاية أشلف يثمنون القرارات السيدة لفائدتهم ومشاريع استثمارية واعدة لتوسيع الأقفاص العائمة والمياه العذبة لتحقيق الوفرة في الثروة السماكية موسيقى أهلا بكم مجددا المستهل بأشأن دبلوماسي وخلال مشاركته أمس في جلسة النقاش العام لمجلس الأمن حول موضوع المرأة والسلم والأمن أشاد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف بمساهمات المرأة ومكانتها في السلم ودورها الفعال في إحلال السلام في كل مكان وتحت كل ظروف موشيدة بإسهامات المرأة الجزائرية من خلال تسجيل حضورها في جميع المحطات البارزة لتاريخ الجزائر وصولا إلى مرحلة الراهنة وما تطرحه من تحديات وبالمناسبة رافع عطاف من أجل القضيتين الفلسطينية والصحراوية حيث أشاد بصمود المرأة الفلسطينية في وجه الجلاد الصهيونية كما حي ثبات المرأة الصحراوية في النضال من أجل تقرير المصير في ظل التحديات التي تواجهها تأكيدا لما جاء في كلمة الرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال مشاركته في النقاش العام للدورة الحالية للجمعية العامة فقد اعتمدت بلادي شهر يوليو المنصر خطة عمل وطنية بهدف تقديم مساهمتها في تحقيق مقاصد هذا القرار الأممي الرامي إلى تعزيز مكانة المرأة في السلم والأمن ودورها الفعال في إخلال السلام في كل مكان وفي جميع الأوقات وتحت كل الظروف أوجه تحية كبار وإجلال للنساء الفلسطينيات على سمودهن في وجه العدوان الغاشم للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر وعلى جلادهن في وجه ما يحاك ضد القضية الفلسطينية مثل ما أحيي ثبات المرأة الصحراوية في الدفاع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وفق ما وضعه مجلسنا هذا من قرارات ومراجع وضوابط ثلاثة أسابيع كاملة تنقض والقصف الهمجي الجائر متواصل ليلا ونهارا يستهدف الأبرياء العزل وسرخة الغزاويين متواصلة لكنها لم تجد آذانا صاغية ولا مناصرا لقضيتها العادلة أمام غياب الضمير الإنساني والفشل الأممي في استصدار قرار يوقف آلة الحربية الإجرامية الصهيونية جرم إذا متواصل وإبادة للمدنيين يخلف الآلاف من الضحايا أمام مرأة المجتمع الدولية الذي فشل في اتخاذ قرارات توقف الآلة الحربية الصهيونية كما فشل في الاتفاق على هدنة تمكن من إيصال الإمدادات الإنسانية والطبية للمدنيين الذين يعانون من القصف اليومية قصف حصد لحد الآن أروح الأبرياء من الأطفال والنساء وطال المستشفيات مما رفع من أعداد الضحايا الذي فاق سبعة آلاف شهيد وأكثر من تسعة عشر ألف مصاب التفاصيل في السياق التقرير حفظ عبدالسدوق غزة تحت القصف لليوم الواحد والعشرين على التوالي ولا أحد يبالي فصوت الحق لم يعد مسموعا في أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي المئات من الضحايا سقطوا بين شهداء وجرحة في قصف عنيف ومكثف استهدف هذه الليلة خان يونس جنوب القطاع وزارة الصحة الفلسطينية نشرت قائمة بأسماء الشهداء الذين فاق عددهم الآلاف لترد على واشنطن التي ذهبت بعيدا في تواطئها الصريح مع الاحتلال الصهيوني مكذبة الإحصاءات الفلسطينية بشأن حصيلة العدوان الصهيوني الغاشم سيتم الإعلان عن الأسماء في كل المواقع التي سترسل إليها الأسماء بالتفصيل وسيكون كشف مفصل لإجمال الشهداء بإجمال الأسماء وأرقام هوياتهم وأيضا إجمال الشهداء من الأطفال بكشف كامل يوضح أسماء الأطفال الذين تم تسجيلهم في وزارة الصحة كما قلنا دون أي مغالطة يستند ويتكع عليها هذا المحتل الحصيلة ثقيلة ثقل آلاف الشهداء وآلاف الجرحى وتبقى تقريبية بالنظر إلى مئات المفقودين العالقين تحت ركام المنازل المستشفية غصت بالجرحى والشهداء وحتى النازحين والملاجئ ثاقت قدرتها الاستعابية ما استدعى ببرنامج الأغذية العالمي إلى القلق من تزايد معدلات الجوع وسط الفلسطينيين وانهيار الخدمات الأساسية مطالبا بضرورة إدخال المساعدات دون قيود المشكلة الأخرى التي نعاني منها والتي ستهدد حياة مئات المرضى في أقسام العناية وهي نقص الوقود مما يؤثر سلبا على توفير الكهرباء مما يضطرنا إلى فصل الأجهزة التنفس الصناعي عن أغلب المرضى الموجودين في أقسام العناية وبينما أعين العالم منصبة على ما يحدث في غزة استفردت قوات الاحتلال الصهيوني بالفلسطينيين في الضفة والقدس المحتلتين في محاولة لفرض استيطان جديد عبر الاقتحام والاحتقال والتطويق والاشتباكات خلفت اليوم شهداء وجرح في جنين فيما بعث المستوطنون الصهاينة منشورات يهددون فيها الفلسطينيين بالخروج من منازلهم أو التعرض للقتل والتهجير ورغم تواطئ القوى العظمى والتعتيم الأعلامي الغربي على حقيقة ما يجري من مجازر وتطهير عرقي في حق الشعب الفلسطيني تتعالى الأصوات في عواصم العالم يوميا دعما لفلسطين وقضيته العادلة فلا صوت يعلو فوق صوت الحق ومن قطاع غزة يرصد لنا مناسل وتلفزيون الجزائري وسام أبو زيدة شهداتي أن نجينا من القصفية الإسرائيلية على سوق النصيرات الذي تحول إلى ركام نتابعه نعم الآن تمكننا من الوصول إلى سوق النصيرات وسط قطاع غزة هذا المكان الذي كان يعجه بالخضروات والمحال التجارية ويعجه بالحياة وكانت هناك الكثير من البضائع التي كانت فيه ولكنه تحول إلى ركام وخراب ودمار على رؤوس الساكنين وكل شيء هنا تغيرت معلمه وتفاصيله وحاولنا حتى الوصول إلى بعض الناجين ويروون لنا ماذا جرى معهم في سوق النصيرات وسط القطاع حجة ماذا جرى معكم في النصيرات نايمين في أمان الله نايمين حوالي ثلاثين فرد كلنا أولادي أنا وأولادي أحبادي وأولادي أولادي 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 والحمد لله كلنا نايمين في أمان الله فقمنا فزعين مفزعين من صوت السواريخ ونحن لا نعلم من هذا سلوق ولا هذا برميل هذا مش سواريخ هذا برميل نزلنا على رؤوسنا برميل صوت انفجار كبير كبير هز المكان طبعا ما بتشوفش ولا أي حاجة كلها كانت غبرة غبرة تفاجأنا الدار مهدود علينا شضايا أجزاز مكسر فوقنا الجران شهداء أصبات عنا في البيت كنا طلعنا نجري على الشارع نصوت ونزعق يعني ما بنعرفش ما بش عارفين إيش السبب فجأة في أمان الله قاعدين صار الانفجار معظم اللي هنا سكان المكان هنا ناس يعني إلهم محلات وببيعوا وبشتروا يعني اللي صار هذا يعني فيش أي مبرر إلو فيش أي مبرر لا إنساني ولا يعني الاحتلال لا يحترم الإنسان ولا بيحترم البشر حتى ولا الحجر ولا الشجر إيش إحنا نزمنا ونحن في سوق النصيرات قد وجدنا أحد المصابين وأحد أصحاب المحال التجارية الذين أصيبوا وكان هنا يعني في هذا السوق المضمر عن بكرة أبيه ولم يبقى فيه شيء هذا المكان كان كله دمار هذا مصاب فلسطيني وصاحب هذا المحال التجاري ماذا جرى معكم لو تتكلم معنا يعني ما حسينا ولا فائشة في أقل من أربع ثواني كل هذا الدمار كله صار في أقل من أربع ثواني ولا حد يعني يعني عرف إيش صار يعني المنطقة هذه أقل من أربع ثواني يعني كانت يعني أحدود صلاة الأشياء لو قابل صلاة الأشياء كانت صار فيها ألفات الشهداء لأنه كانت منطقة آمنة وكل الشارع هذا كله الناس كانت مهجرة وقاعدين هاكل واحد قام قاعد عنده تلاتين أربين هم أحد خمسين واحد يعني نتكلم عن أحد المواطنين الذين كانوا يعيشون ويعتاشون من وراء هذا المحل التجاري في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة اليوم هذا المحل هو مصاب والمحل أصبح ركام وكل البضائع في هذا المحل وغيرها من عشرات المحال التجارية ليس فقط في هذا السوق ولكن قص على ذلك في المناطق الشمالية ووسط القطاع هنا وفي البريج وفي المغازي وفي دير البلح وفي رفح وفي خنيونس كلها قد تضرت إما بفعل الحصار أو الدمار الذي أحلى بتلك البضائع وسام أبو زيد التلفزيون الجزائري فلسطين مشاهدين كانت هذه عين بسيطة من جرائم الحرب التي يشهدها قطاع غزة والمجتمع الدولية لم يستطع الانتصار لقيمها الإنسانية أما أحرار العالم فيرافعون من أجل تكريس مبادئ تحرر الشعوب المستضافة قراءة في المشهد مع حليم ألم يتكرر المشهد يوميا منذ بداية العدوان على غزة اجتماعات ثم اجتماعات ثم اجتماعات والنتيجة العودة بخفي حنين هكذا يبدو المشهد في مبنى الأمم المتحدة في نيويورك بعد كل جلسة يعقدها مجلس الأمن لبحث التطورات في غزة المشهد الميداني بدوره لم يتغير كثيرا قصف وقتل وتهجير وحرب إبادة ممنهجة يقودها الاحتلال الصهيوني في حق الفلسطينيين وسط دعم غربي غير مشروط أحيانا ورفض محتشم لمجازر ضد المدنيين الفلسطينيين أحيانا أخرى الصفعة التي تلقاها الكيان الصهيوني يوم السابع أكتوبر الماضي يبدو أنها أربكة الغرب أيضا الذي يؤكد علانية تأييده لحرب الإبادة على غزة من جهة ويروج من جهة أخرى لمساعه الرامية لوقف العدوان تخبط في المواقف والخطابات ترجمه عجز مجلس الأمن الدولي على تبني أي قرار لوقف الحرب أو على الأقل الاتفاق على هدنة إنسانية مؤقتة ها هو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيراش ينتقد علانية الاحتلال الصهيوني وسياساته الاستيطانية ويؤكد أن هجوم حماس لم يأتي من فراغ تصريح جوتيراش قضى مضجع المسؤولين الصهاين الذين طالبوا باستقالته مؤكدين أن المسؤول الأممي يعيش في عالم آخر هؤلاء هم الذين يعيشون في عالم آخر حتما عالم لا يعترف بالإنسان ولا يفرق بين المدني والعسكري ولا بين المرأة والرجل ولا بين الصغير والكبير صور وتصريحات الأسيرات المفرج عنه مؤخرا والمشيدة بتعامل عناصر المقاومة مع الأسرة خلفت ردود فعل غاضبة داخليا وزادت الانقسام الذي يتعمق يوما بعد آخر في كيان مرتبك كان يعيش أصلا توترات سياسية واجتماعية حتى قبل السابع أكتوبر تخبط عززه فشل الآلة الإعلامية العبرية والغربية في تسويق الرواية الصهيونية خارجيا وتعتيم الحقائق عشرات المسيرات المتعاطفة مع غزة جابت كل أرجاء العالم مؤكدة أن حبل الكذب قصير وإن كان من صناعة غربية والقضية والفلسطينية حاضرة في صارون الجزائر الدولي للكتاب فالجنح المخصص لها استقطب الزوار من كل الفئات تضامنا مع الشعب الفلسطيني في ظل العدوان الهمجي والممنهج لقوة الاحتلال الصهيونية المتابعة ليسين أتخليجات صارون الجزائر الدوليسي لا في طبعته السادسة والعشرين للكتاب يتجاوز ربع قرن من الوجود وما زال يحافظ على الإقبال الكبير لجمهور شغوف بعالم الكتب صرح علمي ما شاء الله يعني مفخرة كبيرة للجزائر تنوع كبير أما فيما يخص فلسطين فنحن وعا فلسطين ظالمة أو مظلومة عجبني ياسر الله بارك في كتب متنوعة غزة وما تتعرض له من إبادة وهمجية أطارت الاهتمام لجناح فلسطين في فعليات هذا الصالون الذي أعطى جانبا هاما للقضية الفلسطينية المعرض هذه السنة كان متنوع فيها دور نشر كثيرة من بلدان مختلفة سوى العربية وكذلك الدول الأجنبية معرض جد مغري ويميز المعرض في هذا العام الجناح الفلسطيني فلسطيني صالون الجزائر الدولي للكتاب لهذا العام تري وغني من حيث نوعية وكمية الكتب والفرصة أمام الجمهور لتلبية حاجاته الفكرية والعلمية في موضوع آخر وضمن استراتيجيات الدولة لرقمنة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي تم استحداثه تطبيق جديد من طرف المدرسة الوطنية للعليا للذكاء الاصطناعي بالعاصمة واسم لابيل التطبيق الأول منذ إنشاء المدرسة من شأنه تطوير عدة قطاعات اقتصادية وتقنية بالجزائر أسيا غريب خممنا وشي هما لبروبلم يواجههم تلميذ وشي هما الصعوبات المشاكل يفوت عليهم منهاجة فكرة منصة كوشش أسيا منصة إلكترونية يقدروا يدخلوا كأن منتادوا وإن يطرحوا الأسئلة ويجاوبوا أسئلة واحدة أخرين وجاوبهم جامع الولايات محمد منصف ويزيد طالبان متفوقاني في شهادة الباكالوريا التحقا بالمدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي بالقطب التكنولوجي لسيد عبدالله منذ عامين ازدادوا شغفهما بعالم الرياضيات الاحتمالات والبرمجيات يوما بعد يوم إلى غاية استحداث منصة رقمية تمكن طلاب الباكالوريا من تحصيل علمي جيد استعمال المنصة سهل تدخل قوستيبوانا تلقى كلش تلقى المنتدى والمصادر والدروس الخصوصية المنتدى والمصادر هم جنين كانت دروس خصوصية عبر الانترنت يعني عبر محاضرة انترك من دارك والاستدره من داره بصاركم عبر محاضرة وانتقدر تقرم مع بعض عندهم والمبلغ تعدد دروس خصوصية مبلغ منافس التطبيق متاح لجميع المقبلين على اجتياز شهادة الباكالوريا يكفي فقط تحميله على متاجر التطبيقات الرسمية للهواتف الذكية كالاندرويد وغيرها أهم الأفكار اللي رح تعاون تلميذ الباكالوريا في المنصة هي نقصة لها التشتيت يدخل عندنا في المنصة يلقى كل شي بلاسة واحدة بطبيعة الحالة احنا طلبت ذكاء استناعي لازم يكون عندها لمسة تعنا في التطبيق ألقاه محيط يساهم على الإبتكار والمقاولة فهذا الوسم هذا كنا نعطي له وسم لابل كاللي نعطينا له وسم نوعية ما مشروع ذو نوعية وذو قابلية أنه يعني استطور أكثر ويكون عنده قبول أكثر اعتماد الذكاء الاصطناعي في الجزائر أصبح أكثر من ضرورة في ظل التطور السريع الذي يشهده مجال الروبوتات في العالم مجال أولت له الدولة عناية خاصة في سبيل تنمية روح المقاولتية تشجيع المهارات الفردية وتوجيهها لخدمة قطاعات استراتيجية مستقبلا ولترقية البحثية العلمية اعتمدت المسابقة العلمية مصطفى جعفور بولاية أدرار أفضل الأسديب وطرق لعرض أطرحة الدكتوراه في مدة لا تتجاوز ثلاثة دقائق المتابعة لأيمن حنفي من يقنع أكثر وفي ثلاث دقائق في مسابقة علمية لأحسن عرض لطروحة الدكتوراه تسمى مسابقة مصطفى جعفور أقيمت طبعتها الثالثة بجامعة أدرار لأول مرة خارج أسوار جامعة نمسان مسابقة يثمن من خلالها مجهودات البحث العلمي ويقيم فيها المشارك على طريقة تقديمه جائزة هذه يتنفس عليها الدكاتيرا باش يوريوا كيفاش يقدروا يبيعوا العمل تحم للمحيط الاجتماعي والاقتصادي أطروحة في 180 ثانية تمر الثواني والمتسابقون الدكاتير الخمس عشر يدفعون عن أطروحاتهم كل على طريقته وباختلاف تخصصاتهم ويكون التتويج للأفضل حتى يكون لدينا تساعدة 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 أحد الحقوق الضرورية للعيش في المجتمع الديمقراطي ألا وهي حق الحصول على المعلومات نحن نعرف أنه لا نستطيع أن نهضره على الشفافية بلا تدفق الحر على المعلومات قيمة الحدث برزت في ملتقى العلم والبحث والأفكار تدعم فيها لتستغل في التعاون وعلى هامش انعقادة دورة الحادية عشر للجنة الحكومية المشتركة الجزارية الروسية للتعاون الاقتصادية التجاري العلمي والتقدي المنعقدة بالعاصمة الفيدرالية الروسية موسكو كانت لوزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيد هنية لقاءات رسمية مع نظره الروسية ومسؤولين روس المحادثات تمحورت حول واقع علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين وسبل تطويرها خاصة في مجالات الثروة المائية والغابية الى جانب الطاقات المتجددة ان الجزائر كانت ولا تزال شركة هاما بالنسبة لروسيا الاتحادية في منطقة شبال افريقيا في الكثير من المجالات كالطاقة والصناعة ومجال البناء والتعليم والزراعة وهذا كل ما تضبطه الارقام التي نراها والتي ترسط تنمية الديناميكية والتجارة الثنائية بين البلدين حيث تحتل جزائر المركز الثالثة في القارة الافريقية من حيث التبادل التجاري مع روسيا إن العدد الكبير للممثلي القطاعات الوزرية والهيئات الوطنية الجزائرية له دلالة على الاهمية القصوى التي توليها الجزائر بقيادة الرئيس الجمهوري السيد معبد المجيد تبون لتعزيز التعاون مع فدرانة روسيا في شتى المجالات بما يعود بالنفع المتبادل على البلدين وشعبين الصديقين ويعد والأمن والغذاء أولوية من أولويات الدولة من خلال مرافقة المستفرين ودعمهم ولاية بسكرا بمقاوماتها الفلاحية والصناعية تسعى إلى ولوج مختلف الأسواق العالمية وتحقيق عائدات من العملة الصعبة على غير تصدير شحنات متتالية من مدى الكلينكر إلى العديد من الدول الافريقية الروبروتاج دي يونس لكحالديب مستثمرات فلاحية نموذجية بولاية بسكرا اعتمدت الطرق العلمية في الزراعة لتحسين الإنتاج وتنويعه فدخلت الأسواق الأوروبية بمنتجات متنوعة وذات جودة الورندمونت تعنا وصل المقييس الأوروبية لكادت نفسها والحمد الله رانا مشينا الأسواق الخارجية وكان طالب كبير على المنتوج الجزائري وخاصة المنتوج على المنطقة بسكرا ولاية بسكرا التي تنتج من الطمور أجودها خاصة دقلة نور بوسمها العابر للحدود تحقق هي الأخرى مداخلا تزيد عن 250 مليون دولار وهي اليوم تسعى إلى زيادة هذا الرقم قدرات ما بين 3000 و5000 طن على حساب الغلاء اللي كايناء نصدره في أكثر من 30 دولار في 5 قارات تنوع واختلاف المنتجات الصناعية بولاية بسكرا جعل منها قطبا صناعيا واعدا وهذه شحنة من الكلينكار للوصول إلى تصدير مليون طن خلال عشرة أشهر اليوم فخورين جدا لهذا اليوم لتصدير مليون طن في عشر شهر من شركتنا للأسمنت وإن شاء الله نخلص السنة إن شاء الله بمليون ومئتين أو مليون وثلثمائة ألف طن نريد أن نخرج من عقدة التصدير فقط للمحروقات نريد أن نبرهن كذلك بأننا قادرين أننا مش فقط نبلغ 13 مليار اللي طلبها السيد رئيس الجمهورية لكن نتجاوزها برغم الإمكانيات وبوجود الإمكانيات الموجودة في الجزائر في صحراءها في جنوبها في شمالها في بحارها في جبالها كلها تزخر بالإمكانيات اللي تمكننا باش أننا نبلغ أهداف أكثر للهدف المسطر هو 2030 باش نلحق إن شاء الله 30 مليار دولار مقاومات صناعية وفلاحية هامة بالولاية تفتح شهية المصدرين وتخلق مصدرا للعملة الصعبة ولأن الفلاحة دعامة والاقتصاد الوطني عرض المشاركون في الطبعة الثانية للصالون الوطنية للمنتوجات الفلاحية والصناعات الغذائية بولاية قسنطين منتوجاتهم المتنوعة التي تسهم في تلبية السوق الوطنية سعد بلعز التقنيات الجديدة في مجال الاستثمار الفلاحي والصناعات الغذائية باتت ضرورة ملحة للنهوض بالاقتصاد الوطني وذلك نظرا لأهمية هذه المؤسسات في اقتصاد الوطني في خلق الثروة في خلق مناصب الشغل وكذلك لماذا لا توجيه هذه المنتجات إلى التصدير لهذا الغرض قسنطين تحتضن الطبعة الثانية للصالون الدولي للفلاحة والصناعات الغذائية السالون هو فرصة لالتقاء المتعاملين لإنتاج أفكار جديدة للدفع بعجلة التنمية في هذه القطاعات الحيوية لعندها علاقة مباشرة بالأمن الغذائي في الجزائر ولاحظنا باللي فيه منتوجات عديدة أصبحت تنتج على مستوى الجزائر وهذا في إطار تقليص فاتورة الاستيراد وكذلك تشجيع الفلاح من أجل أولا خلق مناسب الشغل وكذلك خلق الثروة فعاليات الصالون في نسخته الثانية حملت الجديد فيما يتعلق بتطوير تقنيات الإنتاج فيما يدينا عدة الدودة الحمراء هذه نربيها وبعد تعطينا مادة أولية المادة الأولية هذه نصنع منها أسمدة سائلة طبيعية الفردويتانة هذا واسمه روفي فيصول يرجع الحيوية تأطراب ويغذي النبتاب الدرجات النارية وثلاث عجلات الـ VM2 جابت إضافة كبيرة وتسهلة على الفلاحين في النقل السلعة منطقة بوحمامة هي المنطقة الأولى في إنتاج تفاح وطني معدري فوق المليون قينطار سنويا قمنا بشاركة مع متعامل بولندي في إنشاء البساتين الحديثة لسيما كنا نغرس بكري 400-500 شجرة في الإكتار اليوم رأنا نغرس حتى 3000 شجرة في الإكتار فبتعداد 157 عارض و40 شركة مشاركة في الصالون يهدف القائمون إلى فتح آفاق واسعة للاستثمار الفلاحين وضمن القرارات السيدة لفائدة الصيادين تقديم منحة للصيادين خلال العطلة وكذا في فترة الغلق البيولوجي وهو ما ثمنه أهل والمهنة بمناء بن حواء بولاية شلفة القطاع شهد أيضا مشاريع استثمارية واعدة بالولاية خاصة بعد توسيع نشاط الصيد البحري عبر الأقفاص العائمة والمياه العذبة تقول كريمة الشمطة تثمينا للموارد الصيدية والرفع من قدرات الانتاج البحرية بولاية شلفة مشاريع استثمارية واعدة فتح لها باب رفع العراقي لولوج غمار منافسة الأسواق المحلية على غرار مشروع تربية القاجوج الملكي وذئب البحر بابن حواء الذي رفع رهان الانتاج إلى ثلاثة آلاف طن أفاق الفين واربعة وعشرين بعد رفع عدد الأقفاص من اثنتين وثلاثين قفصا إلى أربعين والتحدي قائم بإنشاء أول وحدة بالجزائر لإنتاج صغار الأسماك بما يسمح باكتفاء محلي وطني يكفله تأطير للعمال أبناء المتاقى الحمد لله رأيدي الخدامة أنا ظرفت العامل الحمد لله أنا خدمة كل واحد كيفاك اللي عنده عامين كالعامين كالس سنين كي نغير كما بدأ حاليا عندنا ثلاثين قفص كلها قيد الاستغلال بقدرات إنتاجية فوق الألفين طن في محيط الميناء رأنا نضيفه في ثمانية أقفاص هذا نوفمبر ألفين ثلاثة وعشرين التم ومن تربية الأسماك في الأقفاص العائمة بالبحر إلى تربيتها بالمياه العذبة واستغلال أحواض السقي الفلاحية في تربية السماك البلطي الأحمر يرسم توجه الدولة لرفع إنتاج شعوبة تربية المائيات دعما ومرافقا وهو ما جسد مشروعا ناجحا بطاقة إنتاجا تصل إلى خمسة وعشرين طن وبرؤية استشرافية تضمن حقوق مهنية القطاع تحسين للظروف الاجتماعية عبر لقاءات مباشرة مفاعلة لقرارات الدولة قوية الضروف حناك فيوية بحرية قليلة قليلة قوي خلصنا الاستنسيون في البور ومع الماتريال القوى ثاني كذلك عندنا إشكال كبير في الكازورة أنا واحد من الناس في ناليتي 2013-2014 أنا أجور دورك الدولة 160 مليون لا داس لا نحتاج لداس نحن عندنا الرو نفيد يشير فاقير يوم يصور يريتريتي قاس قرار سيد رئيس الجمهورية لتعيين أو يعني منحة لصيادين لحقيقية حوالي 40 ألف صياد يعني كل الصيادين اللي داخلين في الضمان الاجتماعي يعني إيران في الضمان الاجتماعي رح يسفادوا من هذه المنحة الشهرية لمدة ثلاثة أشهر لتتزامن مع الغلق البيولوجي وفي نفس الوقت قضية سواء الأحوال الجوية تعلمون أنه كيكون سواء الأحوال الجوية الصياد ما عنده حتى ما تخل الحمد لله الآن بهذا القرار وتقريبا هو قرار بالنسبة لنا تاريخي لأنه متميز باقي الدول عدنا 23 دولة على المستوى البحر الأبيض المتوسط الدولة الوحيدة اللي قامت بهذه المناظرة بقرار من السيدة الجمهورية هي الجزائر استراتيجية كاملة المعالم يسير وفقها القطاع بالولاية من تعزيز للموارد البحرية إلى تدعيم حضيرة موانئ الصيد بها ببناء سفينة جديدة للصيد في أعالي البحار بطول 42 مترا على مستوى دائرة المرسى تحقيقا لأرضية صلبة مساهمة في تقليص فاتورة واردات الصيد البحرية حفاظا على المرجعية الدينية التي تتمد والوسطية والاعتدال يبرز دور الإمام في تربية النشئ وللحفاظ على الهوية الإسلامية والوطنية من خلال المؤسسات الدينية كالمساجد والزوايا والمدارس القرآنية وكذا الاعتراف بحق المسجد والإمام من خلال الإجراءات الأخيرة التي أقرتها الدولة لفائدة الأئمة يقول السعيد بنونس يشكل المسجد مؤسسة بحد ذاتها فضاء للاستقامة والفضيلة وتربية النشئ وتزكية النفس وفك النزاعات ومحاربة الأفات وحاضن للوطني والمواطنة للإمام فيها القدوة والريادة في المحافظة على المرجعية الوطنية لديننا الحليف ورسالتنا السمحة الإمام هو صمام الأمان وهو الإمام الذي يحفظ المرجعية ويحفظ للناس دينهم ويعلمهم أحكام دينهم الإمام دائما يسهر على خدمة أبناء وطنه على لمشمل على توحيد الأمة ممتثلا أمر الله عز وجل واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الإمام هو المربي الإمام هو المصلح دوره اجتماعي فعال الزوايا ومريديها ومرتديها فضاء روحي آخر في حفظ النفس والدين وحفظ كتاب الله وباقي العلوم الشرعية ينشأ فيها الفرد مشبعا بقيم المحبة والارتدال والوسطية مؤسسات تحظى برعاية قصوى من طرف الدولة لهذه الأدوار الجسام نعيش اليوم في أجواء نسمات نوفمبر الخالدة هذه النسمات التي نتفيأ من خلالها معنى الرجولة نتفيأ من خلالها معنى التضحية معنى الصمود معنى فداء الوطن القطاع مجالات واسعة للترقية لمراجعة الأجور وكذلك لتوفير سكانات لائقة وظيفية للسادة الأيمة هذا كله اعتراف بحق الإمام حق المسجد حق معلم القرآن وما يقوم به لماذا؟ لأنه كما ذكرنا هي رسالة قوية لكل الناس بأن الجزائر بخير حين تحتضن أئمتها وعلماءها ومفكريها ومجاهديها هذه المؤسسات تطلع بدورها الرياضي في حفظ هوية الأمة وتذود عن حماها وتصنع أجيالا تجمع بين خيري الدين والدنيا ونختم من ولاية الصيف التي تعززت بحظلة فندقية عصرية تتماشى ومتطلبات السياحة فنادق جديدة تستجيب لمعايير عالمية وتوجه من شأله المساهمة في امتصاص البطالة والإنعاشي القطاع والترويج لسياحة المحلية المزيد مع الساعد بلونيس في ظل التسهيلات الممنوحة والمرافقة الدائمة للمستثمرين تعرف إلي تصطيف طفرة في إقامة الفنادق التي يرتفع سقف الخدمات بها مع استعاب لليد العاملة وتلبية الطلب المتزايد عليها هذا الفندق ذكي بامتياز وذكي مئة بالمئة خدمناه سمارت بيلدينج هو أول سمارت بيلدينج لنا في الشرق عملنا فيه ليكون صديق للبيئة لا سيما في تغيرات البيئية الحديثة الآن وهي المسبح نصف الأولمبي المغطى لأننا عدنا نقص كبير في المسابح في ولاية ستيف عدنا ثمانين عامل الآن مباشر وعشرين عامل غير مباشر مبادرات استثمارية أخرى قيد الإنجاز والتي من شأنها رفع القدرات الاستعابية للحضيرة الفندقية بالولاية بعد أن أضحت وجهة سياحية الناتجة عن مؤهلاتها الاقتصادية كل ما تكونش المرافق السياحية هذه ما يقدرش تتطور السياحة في الجزائر وهذا الفندق يتشكل من مئة غرفة وفيها ثاني أبارتوتيل أبارتوتيل اللي في حداش أبارتمون يعني فيه جميع المرافق السياحية فيه حتى ذوي الاحتياجات الخاصة درنا لهم غرف خاصة بهم هناك تسعين وحدة فندقية في ولاية ستيف دات ستة لاف أو سبعة لاف يعني طاقة سرير وأيضا هناك خمسة وربعين مشروع فندق في طور في طور الإنجاز وهذا يخلنا نتفأل بأن ولاية ستيف راح يعني تعزز الحضيرة الفندقية انتحها النشاط السياحي في ظل هذه الحركية من شأنه أن ينعكس على عالم الشغل أمام النسيج الصناعي والتجاري للولاية وكذا تطور برنامج رحلات مطار السطيف ومن مظاهر السياحة بولاية ستيف إلى التذكير بأبرز ما جاء في هذه النشطة وزير الشؤون الخارجية يشيد بيسهمة المرأة الجزائرية وتسجيل حضورها في جميع المحطات البارزة لتاريخ الجزائر ويحيي صمود المرأة الفلسطينية في وجه الجلاد الصهيونية وثبات المرأة الصحراوية في النضالية من أجل تقرير المصير خلال مشاركته في جلسة النقاش العام لمجلس الأمن حول موضوع المرأة والسنية والأمن الجرم الصهيوني المفضوح على قطاع غزة يواصل حصد أرواح الأبرياء حصيلة إجمالية تجاوزت أزيد من سبعة آلاف شهيد وكاميرا التليفزيون الجزائري لصدت لنا من غزة شهادات الناجين من قصف صهيوني على سوق النصيرات صلون الجزائر الدولي للكتاب فضاء رحب يتسع للقضية الفلسطينية وتوفد كبير على الجناحي الفلسطيني تضامنا مع الشعبي الأعزل في محنته وكما تبعنا صيادو بن حواب ولاية الشنفي ثمنون القرارات السيدة لفائدتهم ومشارع استثمارية واعدة لتوسيع الأقفاص العائمة والمياه العذبة لتحقيق الوفرة في الثروتية السبكية لهذا المشاهدين نطلع معكم أوراق هذه النشرة قدمناها لكم من الإخبارية الجزائرية نشكر لكم طيب المتابعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة